السلام عليكم اخواتي اخواتي أتمنى لكم بكم تكونوا مزيانين بخير على خير شكرا لكم في القناة اموبيلية تونجي الآن نجدون مجمع الحساني كان هناك مجمع الحساني للبيع أعطيتم في الطبق الصفلي مجمع الحساني قريبا السوق السوق القرب المجمع الحساني تبعوا معي فيديو اخر لكي نعطيكم الاتمينة لكي نعطيكم كل شي هذا هو السوق المجمع الحساني هذا هو الشارع قريبا الشارع بارتما لا تصبح شيء يسمى معنا الشارع كبارتاجو تصلوا دائما بالجديد الباب العمارة اسمها اقامة خلد واحد اقامة خلد رقم واحد سوف ندخل داخل العمارة كما ترون كما ترون قريبا قريبا الشارع لدينا المساحة والاتمينة تختلف اقامة خلد بطن حمر سوف اضغط على الوصف اضغط على الوصف قريبا لكي تصلوا دائما بالجديد داخل العمارة كما ترون العمارة نقية المجمع الحساني المجمع الحساني المجمع الحساني سوف ندخل داخل 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 البرتمات فقط داخل 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 لنقوم نصوركم بمجمع الحساني ونقوم بمجمع الحساني المجمع الحساني من المجمع الحساني ونقوم بمجمع الحساني اتبعوا معي فيديو لنقوم بط ank supplier ونقوم بلدخل بداخل صzub هذا مجمع الحساني العمارة ونقوم بمجمع단 ونقوم بمجمعventh سوف نقوم بطن سنصوره من داخل. كان واحدة يتواجد فيها جوجة البيوت وكان واحدة فيها ثلاثة دبيوت. ومساحة والأتمينة مختلفة. سندخل على بركة الله. بارتما الأولى يهادي. بارتما الأولى يهادي فيها جوجة البيوت كتكون جوجة بارتما الأولى يهادي فيها جوجة البيوت. كما أردتكم جوجة الاسقين بارتما الأولى والأولى الثانية. سنبدأ بهادي. بهادي المساحة هي لاتمانية وسبعين مترو. من بعد مشوني اخر. هذه كتكون مصالة كبيرة مضوية كما تشوفو كتطلل على الجردة. لكنه يتواجد فيها جوجة البيوت كتابة. بارتما الأولى تشوفو كتابة. أفضل الغمولية كتابة. بارتما الأولى يأتي حتى تكون مستوى. هذه كنت تتكتبون مججة البيوت. مطبخ. دوتشاء. لكنها تتكتبون. ملتقى هذا ملتقى وستحصل أخرج الدوشة لديها كبيرة لديها الملتقى ملتقى الدوشة هذه ملتقى لذلك هذه الكزينة تطلق إلى الفاتيو المرمو ديالا بلاكاريس من تاحات هذا المساقف حساب شما يدخل شيشتا و تقام حمي بلاكاريس من الغابرة كماشو بلاكاريس كل شي جديد قلناك تسكول مجوش دبيوت ها بيت اللوول يعني ببيت الصالة جد ببيت الصالة يطلل على الجردة بيت وادا بيت مضوي الشقالي باكاريس مجمال حساني طلل على باركين الجردة قلناك تسكول مجوش دبيوت ها بيت اللوول و بيت الثاني بيت الثاني مجدد ما قدرناك نشوفه لحسب السيد عنده الأغراض ديالو تم موضع الشيح واللي بغي يجيشوفها مباشرة بعين مكان يتواصل مع الرقم التليفون الذي هو في الشاشة و يجيشوفها بعين مكان الصالة كبيرة كما شفتوها مضاوية جد بيوت بمساحة 78 متر انا أعطيكم كل واحدة بتفاصيل و الأتمينة ديالو كل شي هادي بارتماد ثانية موامي اخرى اللي شوفناها الثامن ديالة ثلاثة و خمسين مليون ده باكاريس نشوفه هادي ديال مية واربعة متر هادي لسق احداها هادي فيها مية واربعة متر كتكون ثلاثة دبيوت ها بيت اللوولاني كيف ماشته ها بيت اللوولاني اقامة خلوة رقم واحد يجيش بهم كي تطلعوا على الجاردة هاة مية واربعة متر و قلناك تكون ثلاثة ديال بيوت الصالة دوتشا وكوزينة المطلق رقم واحدة ديالة مالذي اللوولاني يختلف عنها اخري مية واربعة متر يعني هذه كبيرة هذه زيادة بيت على الأخرى كما رأيته دائما الله يجزيكم بإخير حاولوا تكملوا فيديو لكي تفهموا جيدا إخوان لا يكملوا فيديو يتفرجوا دقيقة دماغان و يخرج و يرجع الساقسين و يقولوا ما هي الساحة و ما هي الساحة لكي تفلع لي لكي تفلع لي لكي نقطع عليه حاولوا تعملوا فيديو لكي تفهموا فيديو لكي تفهموا جيدا لكي تفهموا فيديو و نشرح كما ترى كوزينة بلاكاريس منقية و كل شيء كوزينة تطلل باتيو باتيو كبير العمارية من داخل كما ترى قلنا مساحة مية واربعة متر مساحة مية واربعة متر تكون ثلاثة دبيوت الصالة دوتيا كوزينة اقامة خولد واحد اقامة خولد واحد الشقاق للبيع بطنجة مجمع الحساني اقامة خولد واحد رقم واحد العمارة نقية هذه العمارة في مستوى ما الدخل هذه العمارة كيف عملها كيف مجهز وفي مستوى العمارة نقية قريبا جامع المرافق العمومية كل شيء يتم مقرف قريبا جامع قريبا جامع هذا البيت هذا البيت يطلل على الجاردة يطلل على الجاردة يتواصل معي في الرقم الهاتف تصطف اقرب الوقت ممكن في الصيد يعني يكون 8 دبع يعني 8 مناسب هذه معلتش هذا الريدو كتبا بلاكار اسم فكسين في الحيط هذه المساحة 140 متر 140 متر هذه المساحة 63 مليون 63 مليون والمعلومات ستلقوها في صندق الوصف دائما في فيديو ننزل معلوماتهم في صندق الوصف المساحة والاتمينة وانفرماتهم كاملة ننزلها في صندق الوصف لا تقريبا ننزل في صندق الوصف والمال ومعالهم لا تدعونا معالهم لا تدعونا الكبير هذا الماء يتحب كبير لا تصلاح وقالوا بإمكانهم مراجعون هذه 104 متر تكون 3 دو بيوت الهدفة على 63 مليون كاش إلا كانت مفاهمة سيكون 10 ألف درهم يا أخوتي لا يوجد مفاهمة ستزول 5 مليون أو 10 مليون لكي نكونوا واضحا يا أخوتي سوف أعطاوه نصي نصي لنضيعوا لكم وقت السلام عليكم